عبرت السفارة الأمريكية في ليبيا عن ما خوفها من حدوث أزمة إنسانية جديدة في السرط وقالت أن التصعيد في المدينة سيعزز الانقسام كما سيؤدي لتفاقم معاناة المدنيين كما ودع الاتحاد الأوروبي طرفي الأزمة لوقف إطلاق النار في ليبيا وأطلاق مفاوضات سلام بناء موقف دولي موحد حيال الأزمة الليبية ورفض واضح من تركيا وحكومة الوفاق بزعامة فائز السراج لكافة الدعوات الأوروبية والإقليمية لقبول المبادرة المصرية للتهدئة والجزائر تسير على خطى القاهرة وتعرب عن استعدادها لاحتضان حوار بين الأطراف المتنازعة الاتحاد الأوروبي وكل من روسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار عاجل ويحثون كل من السراج وحفتر للعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة التي تمخض عنها مؤتمر برلين الأخير إلا أن ما من دعوة استطاعت إقناع الرئيس التركي بإقاف تدخله العسكري والسياسي والسراج يحتمي بأردوغان وينظيف التقدم عسكريا نحو سيرت للسيطرة عليها مؤكدا على عدم القبول بالحوار إلا عقب استعادة السيطرة على مدينة سيرت وقاعدة الجفرة نؤكد على موقفنا الثابت في ضرب بؤر التمرض أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة عن القانون المستهنة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد وعلى الساحة العسكرية تواصل قوات الوفاق وشرق ليبيا بتعزيز مواقعها في محيط سيرت تحسبا لأي مواجهة في الساعات القريبة فيما أكدت قوات حفتر تدميرها منظومة دفاع جوي تركية واستهداف عدد من مواقع قوات الوفاق والقوات التركية في محاور شرق مصراطة ترجمة نانسي قنقر